ترقية الثقافة ومكانة الفنان وتشجيع الإنتاج الفني والمواهب الصعيدة هي قيم تكرسها جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي الجائزة التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون برعاية رئيس الجمهورية أشرف على مراسم تسليمها هذا العام الوزير الأول بتكليف من رئيس الجمهورية خلال احتفالية نظمت احتفاء باليوم الوطني للفنان الذي يصادف تاريخ الثامن جوان من كل سنة هذا اليوم الذي ارتبطه في القيادة السياسية في بلادنا سامحة لإكبار وإكرام الفنان والمثقة الجزائري حامل لواء القلوة النارمة والواجهة الألقى لإشعاع الجزائري إقليميا ودوليا جائزة علي معاشي في طبعتها لـ 2024 عرفت مشاركة نوعية لشباب متميز من مختلف ربوع الوطن أبدعوا في مختلف المجالات الفنية من كتابة أدبية ومسرح وسينما وكذا الموسيقى والرقص والفنون التشكيلية سعيدة جدا جدا بهذا التتويج وأتمنى أن تتواصل مثل هذه الاحتفاءات التي تكرم وتحفز الشباب المبدعين رح تشجع الفنان ورح تشجع الوعي الثقافي في المجتمع لأن هذه الحاجة طبعها رح تعاون الفنان باش يزيد يبدع باش يوصل الرسالة نثمن هذه المجهودات التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية وذلك دعم للشباب تقديم ما هو أفضل مراسم الاحتفال كانت أيضا فرصة للقاء إذا عرفت حضور العديد من الوجوه الفنية الجزائرية التي قدمت لإحياء اليوم الوطني للفنان وفاء للفنان الشهيد علي معاشي واستكمالا لمسيرته النبيلة تاريخ ذاكرة الشوء وعلى هذا الأساس نحن اليوم كفنانين نريد من خلال هذا اليوم المشهود لأننا نعيش مع علي معاشي الله يرحمه ويرحم الشهداء اللي هعطونا فرصة اليوم باش نتكلم بصوت مرتفع ونخلي الشباب اليوم يصبحوا عالميين ذكرة نستحضر فيها أساتذتنا لمات والله يرحمهم والناس اللي خدمت باش الفن الجزائري يرتقي إلى أعلى المراتب هذه المبادرة طيبة جدا خصوصا أنه رانا نشوفوا أنه فيه أمور جيدة راهي قاعدة تحصل من أجل ترقية بالفن الجزائري مراسم تسليم الجائزة كانت أيضا فرصة لتكريم رئيس الجمهورية من طرف مجاهدين من أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطنية بنسخة من كتاب نجوم الثورة في مسيرة المجد الكتاب الذي استلمه نيابة عنها الوزير الأول نذير العرباوي يؤرخ للنضال هذه الفرقة المجاهدة ومساهمتها في الثورة المجيدة